السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن. هتكلم معكم النهاردة عن الهيت ماب باستخدام اليولو في ات. شركة التراليتكس عاملة شغل جبار جدا. وبتحاول توفر علينا وقت كبير في كتابة الكود. الهيت ماب وما لسه تقريبا نضيفينها اليولو في ات من حوالي يومين او ثلاثة. وزا ما انتم عارفين ان فكرة الهيت ماب بتعرفك الاصر الحراري للوبجيكتس اللي انت بتعملها زي ما الفيديوز اللي قدامك دي كده بتوضح يعني. اه فدي بتكون لها استخدامات كتير وخاصة في موضوع لو انت مسلا عندك اه فيديو وعايز تعرف هنا فيه ازدحام ولا ما فيش ازدحام فبناء انت على بتاع الهيت ماب نفسه بتعرف ازا كان هنا فيه تكتل عالي ولا لا على حسب بتاعت الكالر نفسه يعني. يعني مسلا لو هتبص هنا على الفيديو ده هتلاقي ان هنا بتاع الهيت ماب عالي شوية هتلاقي انكسافة عالية هنا شوية ليه? لان فيه كتير بتعدي من المكان ده. على عكس هنا مسلا في الريتيل هتلاقي ان هنا كل شخص ليه بتاعه ولكن الانتنستي قليل جدا. الانتنستي بتاع الهيت ماب نفسه او الاثر الحراري بيكون قليل لان هم كلهم بعاد عن بعض. تمام? فبيستخدم في الانالاتيكس وبستخدم في حيات كتيرة جدا. يعني هنا طبعا في دي كاتب لك الاستخدامات بتاعت الهيت ماب. هتلاقي اللي بيوفر لك الكودة هو بقى هنا ده كود للهيت ماب. وده اه بتعمل هيت ماب. ده كود تاني بتعمل هيت ماب لسبيس في الكلاسز. وده هيت ماب برضه ولكن بتحتفظ بالاوتبوب بتاعك. وهنا هيت ماب وبرضه بيعمل اوبجيكت كاونتنج. وفكرة الهيت ماب ان انت بتعمل وبتدي اي دي لكل اوبجيكت الموجود عندك. وبعكها بتاخد الاي دي بقى وتبدأ ان انت تبعثها للفونكشن. اللي هي موجودة داخل الهيت ماب نفسها. اللي هي الهيت ماب دي اللي احنا نجيبها من هنا. من يعني. اه وطبعا هنا بقى بيديك بتاع كل اه موجودة عندك في الكود. فتعال بقى نشوف الكود موضوع ككودينج بسيط جدا. اه هنا اول حاجة طبعا لازم بتعمل اوبجيكت للالتراليتكس. هنا بتنزل الفيرجن دي. اخر الفيرجن اللي هي ايت بوينت زيرو بوينت تو هندرد توني فايف. فبعد كده هنبدأ بقى نجيب اللايبيرز داعتنا هنجيب اليولو من هنجيب الهيت ماب والسي بي تو والاوبريتنج سيستم. واللاين ده عشان انا لما كنت برني الكود كان بيقول لي هنا على الجوبيتر يعني. فبتحل المشكلة ديات من خلال لاين ده وتكلمنا فيها قبل كده. بعد كده بتبدأ بقى اجيب اليولو آآ عادي خالص هنا بستخدم عشان اشغال على بعد كده هنا بحط الفيديو بتاعي اللي انا هبدأ عامله عشان اقرأ منه الفريم وبعد كده اعمل عليه آآ هنا طبعا الجزء ده يعني كل ده يعني هنا بنعمل بقى تشيك على الكاميرا لو هي مسلا مش مفتوحة او لو ما فيش بيبدأ ان هو يعمل من الكود وبعد كده هناخد ابجكت بقى من الهيت ماب اهو هنجيب اللي اسمها دي خدنا منها ابجكت وبتبدأ بتحدد الخاصة به الهيت ماب طبعا هنا بتحدد آآ لو جيت هنا هتلاقيه سيب لك هنا كتير يعني تقدر ان انت تشوفهم من تحت هنا اهو دي كلها يعني تقدر ان انت تطلع عليهم وتاخد الكلر اللي انت عايزه وهنا برضو دي بتاخد طبعا احنا برضو قللنا في سبل كده ازاي ان انت بتجيب بتاع الصورة وكزلك آآ لازم بتحط ما بتحطهاش انت كده من عندك يعني فبيفضل طبعا ان انت بتاخد اللي هو الفيديو اللي انت عملت له دوت جيت وتحط هنا اربعة اربعة دي هي بتجيب لك بتاع الفيديو بتاعك والتلاتة دي بتجيب لك وبعد كده هنا بتقول له عشان يزهر لك النتيجة بتاعتك في او على حسب الفيديو اللي انت عايز تعمله يعني تمام يبقى دي هي الخاصة بالهيت ماب موضوع بسيط خالص بتبدأ بقى ان انت بتعمل تشك ان القامرة آآ مفتوحة او ان انت هنا عندك فريم آآ عندك فريم بتجيلك من من الكاب وبعد كده طالما في فريم بقى بتبدأ ان انت تقرأ الفريم دي وطبعا الفريم بتكون متخزينة هنا في الامج زيرو وهنا طبعا دي لو هي كانت بفولس معنا كده انا مفيش فريم فايجي هنا الكون دغطة هتحقك وقت لاي انه بيعمل وبيطلع برا اللوب آآ هنبدأ بقى نجيب الموديل بتاعنا اللي هو وهنا طبعا شرحنا قبل كده موضوع يعني باستخدام اللي كانت موجودة فيه وازا ان انت تغير على حسب نوع التراكر اللي انت عايزت تستخدمه فهنا بتاخد الفريم بتاعتك اللي هو هيبدأ ان هو يعمل عليها طبعا انت عارف هنا دي مش بس بتدي ده هي كمان بتطلع لك وكل يعني هيك انك بتعمل في نفس الوقت فانا بتديها الفريم والبرسيست ايقل ترو عشان ايفضأ طول الفريم اآ اعمل تراكيش. ايقل تراكيش. طول ما فيه بتقول له عمل لي تراكيش على كل الابجكس اللي موجودة عندك وفي الاخره ترجع لي هنا اللي هي الخاصة والتراكيش وبعد كده بقى بنتجيبي الهيت ما اوبجك وهي تدا وبنجيب einfunction اللي اسمها جينيرات هيت مايب وبتدي له هنا بتاعتك والنتيجة الخاصة بالتراكيش اللي انت جامعة من هنا بس موضوع بسيط جدا. عبارة الكود كله تقريبا عبارة عن دول ان انت بتعمل وبعد كده بتجيب نتيجة دي تبعتها اللي انت كنت تحدد بتاعدت هنا تمام طيب بعد كده طبعا كل الكلام ده انتم اكيد فاهمينه يعني فخلناها كده بقى نرن الكود ونشوف اللي هو هيعمله ده النتيجة الخاصة بالهيت ماب اه طبعا الموضوع بطيط جدا لان انا شغال على ولكن الريزلت بتطلع بشكل كويس كل اوبجيكت حصل له و تراكينج بيروح يطلع الاصر الحراري بتاعه الفريم فازا ما انت شايف كده بتاعت الهيت ماب قليلة يعني فده بيدل ان مفيش تكتل ولزلك زي ما بقول لك باب يستخدم اكتر في موضوع يعني لو فيه زدحام او حاجة بتعرف من خلال الهيت ماب بيكون فيه عالية او يعني تمام طيب الجميل بقى في الموضوع ان هو كمان بيخليك تحدد عدد الاوبجيكتز او لو فيه اوبجيكتز معانا انت عايز بس تحسب الهيت ماب ليها او تطلع الهيت ماب ليها بتقدر ان انت تحدده من خلال بكل بساطة يعني يعني مثلا دلوقتي على حسب الكوكو داتا سيت تقريبا اندكس زيرو كان بيرسون مش فاكر او بالزلط بس تقريبا الاندكس زيرو بيرسون واندكس تو كان كارز اه فديه الكلاسز اللي احنا عايزين نطلع الهيت ماب ليها فانت بتحدد الاندكسز بتاعتها هنا على حسب الكوكو داتا سيت وبتبدأ بقى تاخد الفاريابل ده وتحطه هنا كارجيمنت بالنسبة لي الفونكشن بتاعت التراكين بكل بساطة يعني فكده هتلاقي ان هو بيطلع لك الهيت ماب الابجيكس معينة الابجيكس اللي انت بتحدد الاندكسز بتاعتها هنا بس اخر حاجة هنقولها بقى وهو ان انت تعمل الهيت ماب وفي نفس الوقت تعمل كاونتين برضو من خلال ارجيمنت واحد يعني هم بيسهلوا لك الدنيا خالص هو نفس الكود مفيش فيه اي تغيير غير ان انت هنا بس هتيجي تحدد الاريا اللي انت عايز تعمل فيها كاونتينج للابجيكس بتاعتك يعني لما لما الابجيكس يكون موجود داخل الاريا دي هنبدأ ان احنا نعمل فدي الاريا آآ وهو الاريا بيحطها هنا بقى بيحطها في الحتة بتاعة في الفونشن او في الخاصة بالهيت ماب او وهنا في الارجيمنت ده وحط هنا الاريا دي موضوع بسيط جدا بس وبقيت الكود زي ما هو انت متخالي السهولة اللي احنا بقلنا فيها بالنسبة للكاونتينج والهيت ماب والتراكينج وكل الحاجات دي فالترا ليتكس راح عاملة شغل جبار يعني آآ المهم ده كده اهو ده نفس الكود آآ مجرد الاريا وتحطها هنا في الارجيمنت ده موضوع يعني ايزي خالص تعالى كده نرن الكود دي النتيجة ودي الاريا اللي هم محددينها بايزاوي يعني انا مغيرتش في الاريا دي الاريا اللي هم محددينها آآ والهيت ماب او بيظهر وهنا بيقولك ان كاونت ان كاونت دي؟ لني هي الكارز اللي داخله الفريم اللي اي هم بتجي من هنا من الطري دي. انما اللي هما بيجائم كده اللي هم طالعين من الفريم تمام؟ فهتلاقي ان هو شغال بيعمل كاونتينج بشكل ممتاز ولو انت ظبطت الاريا كمان عن كده هتلاقي ان النتيجة بتاعت الكاونتينج بتكون قضاك. فاا دجشن وتراكينج وهيت ماب كاونتينج كل دوت من خلال الكم سطر اللي قدامك دول بس. ف موضوع يعني جدا وان شاء الله هيوفر عنك ده بتجود فيه كتير جاء قدام يعني تمام ده بالنسبة لموضوع بتاع النهاردة والكود هسيبه لك تهدف الديسكريبشن ولو في اي حد عنده سؤال يسيوه في الكومنت شكرا والسلام عليكم